موسيقى برحب بحضراتكم وإحنا أمام السترايكر وهو عبارة عن شاشة بتبقى أمام قائد الدبابة أو الرامي في الدبابة وهنا أعرف أكتر هو بيمثل كله يعني شايفة كله أو معظم المنتجات هنا لحماية الجندي المصري أو أين كان الجندي العالمي أين ما يكون في خطر فدي بتخاول تخليب أبعيد عن المواجهة الرئيسية مع النيران صح اللي أنا قلته ده؟ مظبوط معرفني بنفسك الأول أنا مهانس أحمد شعبان مهانس أمام ميكانيكي في قسمك بحث التطوير في شركة البصريات قولي إيه لسترايكر ده وأنا شايف نحن شايفين حاجات كتير السترايكر هو أول فاير كنترول سيستم أو نظام إدارة نيران مصري 100% عن طريق أننا عملنا ديزاين للسوفت وير ومجموعة الكاميرات مصري 100% دايماً لما الدبابات في الجنة من برأ أو كده بيكون السوفت وير الخاص بيها لوقت ما نعرفش أعدل عليه أو أن أنا أكسس عليه فبالتالي لو حصل في أي عطل تببسلنا أننا حد ييجي سلحه مظبوط الوقتي أن السوفت وير بتاعي جنرال لأي دبابة أو مدرعة فبالتالي إن أنا هقدر هعدل فيه حصل في أي مشكلة هيبقى الصيانة طبعاً نحن مظبوط مظبوط هو سيستم بتاعي سترايكر عبارة عن ثلاث مكونات بيبقى أول مكون اللي هو جزء السواء بيكون عبارة عن كاميرا قدام السواء وشاشة تحتيه فبالتالي هو مش بيطر يطلع بره الهاتش هو بيسوق من داخل الدبابة فأنا كده حامية السواء تاني جزء بيكون عبارة عن الحكم دور أو القائد المركبة أو مدرعة بيكون جزء الرومي هو عبارة عن كاميرا حراري واثنين نهاري وليزر بقدر حد يبين مسافة الهدف وبالتالي ودي مجموعة الكنترول اللي بيكون قدام الرومي فبالتالي هو ده أول صفت وير مصري 100% للمدرعات أو الدبابات وقابل التعديل النواركب على أي دبابة أو مدرعة مجرد أنه هغير نوعز الخيرة اللي هتبقى موجودة معايا سنتكلم هنقول إنه هو ده الجهاز أكتر خاص بنا كحربية مصرية أو عسكرية مصرية كمدرعات على أساس إن اللي بيجيني من بره هو خاص بالشركات بتاعتهم أبقى محتاج كل اللفة دي عشان يجي يصلح أو يعدل أو يطور فأنا ده خاص بي لحالة الاستغناء وده اللي إحنا عايزينه على كل المستويات حقيقة محتاجي من عنصر الخارجي إن أنا لو حصل أي مشكلة بالعكس إنه هنا يبقى عندي أنا عنصر الصيانة موجود حتى لو حصل أي تعديل الأساس ما يكون بالعربي فبالتالي يبقى يكون سهل على الجندي مصري بتاعنا سيستم سهل للتعديل لأننا اللي عمل الجندي بتاعهم دايماً مشرفيننا ودايماً رفعي الرأس مصر بشكورك بشمعنا شكراً جداً شكراً تقريباً ملحوظة يعني أنا مكنش متوقعها إن معظم الموجودين واللي بيشرحوا مش بيشرحوا لأنهم درسين بس لا لأنهم مشاركين كمان في إنتاج هذه الأجهزة هم شباب مصري خالص وده لو تحسب هيتحسب لصالح القيادة السياسية اللي أمنت بالشباب المصري وخليتهم في أماكنهم الصحيحة